ليه بتقولي ان في مشاكل؟ ليه يا صراحة تقولي ان في مشاكل؟ طلاح يا ابن فايد ايه مش اطلع برد؟ معاول اطلع برد زيه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش هتكلم اللي قدام اللجنة لجنة؟ لجنة ايه؟ لجنة ايه؟ لجنة ايه يا قشطة بالعسل؟ انا ولا قشطة ولا عسل يا مية من تحت تبني بقى انا تضحك عليا وتقولي على اعلانات عمرها ما حفلت؟ فانا كنت حت الزين مغفلة لولا الانسة مايسة اللي ستورة فتحت عليا على حقيقتك بس انا مش هسكتلك انا حفضحك وهقولي على كل حاجة خلاص خلاص يا زيزة روح اقول لهم روح اقول لهم ان انا رفض اطلعك في اعلان ورنيش مورسي عشان كان عايزين يطلعوك بفستان قديم مقطع يدارو بيجا مالك روح اقول لهم ووليهم لينا بقالي سنالتين رافض اطلعك في اعلانات اي كلام لغبت ماخيرا لقيت الاعلان اللي حوصلك لاباب الماجد والشارع ويخلق منك نجمة ما حوصلتش اعلان ايه، اعلان ايه اعلان ايه ا اعلان ايه، اعلان ما حصرش قبلي كده ومش هيحصل بعد كده طلاح ما اwell فضلك اعلان ايه يا حبيبي طلاح اعلان ايه، الفانكوش انا كنت هخلق منك فتاة الفنكوش ايه الفنكوش ده؟ الفنكوش 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 ده هو اللي كان هيجيب لك الشهرة والمبد والفلوس الفنكوش ده كان حيبة مفتاحك للسينما والتلفزيون والإزاع لكن للأسف انت ضيعت كل حاجة حطمت كل اللي انا عملته على شأنك يا زيزي باي باي صلاح ما تبنيش يا صلاح روح قلبي انت اللي سبتيني انت اللي طعمتيني في ظهري ما عايش اللي يقول عليك كلمة وحشة يا صلاح لكل حال خلاص انا لازم امشي دلوقتي حالا لازم اصور الاعلان ده الساعة واحدة الضهر انا مضطر اشوف حد تاني غيرك صلاح انا اللي هعمل الاعلان ده للأسف الفرصة رايحت أزيزي صلاح ده لحتة القشتل بالعسل بتاعتك هعمل كل اللي انت عايزه بس تسيبني اصور اعلان اللي هو اسمه ايه الفنكوش اه هو ده توعدين انك مش هتصرافي غلط اوعدك وحياتك عندي اوعدة خلاص امر لله حسناك في الاستوديو الساعة واحدة النهاردة يا حبيبي يا صلاح الفنكوش يطلع الفنكوش ده مش فان فنكوش واحد اكس اول مرة اكشن ما تسألونيش وما تسألهوش روح اسأله عن الفنكوش بام بارارارا بام بام كات برافو الفرقوشي اللي بعده عالا لابا ملا مزيز اللمس اللي بعده يا حايني الكاميرا هناك من قبلك كاميرا هناك لا الكاميرا هناك ايوة لفن المتبع كده ايوة كده ايوة كده تلكت كاميرا فنكوش اتنين اول مرة اكشن حلق حوش خلي بالك من فنكوش تان ترارارا بام بام كاميرا حاين اللي بعده كاميرا هنا كاكير كاميرا اكشن فنكوش ثلاثة اول مرة ادي العقد ودي البروش من بقاش ناقص الا الفنكوش فنكوش اربعة اول مرة انا ولا محتاجة مكياش ولا محتاجة رموش مدام حبيبي جابلي الفنكوش كاك هاين اللي بعده عزيني روح يا جماعة يلا عشان تحكم كاميرا هنا كاميرا خالي لا تقول لي سادة ولا منقوش مفيش احلى من الفنكوش تان ترارارا تام 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 كاميرا 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 لان كل حاجة بقولك ايه صراحة ماذا كتب هاين كلام بيتحب بعد هانك رأيه ونتين لا 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 ده كده كواس قوت خلاص اروح عالبي ممكن تلبسك هاد بضع لك شغل دعا طول لا 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 اركانه عرف انا كنه وعليه عرف لا 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 انا كنت متصارب على شغل ده انا حبقى توصل بيك بعد هانكوش انا متصارت ديني صدقيني هينزل افضل الاعلان بقى سلاحة اول حقيقة انا اصلي لسه ما انتفقتش على الاعلان ده انما انا متأكد ان صعب الاعلان لما حشوفك العملية هتبقى في التمام اوي 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 دهوقتي بقى انا عازك تغير هدومك عشان تلحقك مع اللاجنة ها انا غيرت رأيه مش هروحش هتضدك يا سلاحة قال اه مين قال انك انت هتشهد ضدي خلي انا عازك تحفظك المتينره هنا كويس انا عازك تحط ده كمان حواليه رأبتك انا لازم اروح لازم عشان نوضع حد للبتاع اسمها مايسة توفيدي ما تيجي معي لا معلش خلينا انا بعيد احسن خايف اغلطوا الكلام بلا لا انت بس تحفظي دول كويس بصي مهم اول انت انت تحفظي دول كويس وكل الشاح يبقى تمام ايه دي الحقيقة الحقيقة والشرف فوق كل شيء الحقيقة والشرف فوق كل شيء انت بتأكد ان انت هو مبدأ بصاصرح طبعا دي فلسفته في الحياة يا فندم دايما هو بيوصلني للبيت اولي يا زيزي الحقيقة والشرف فوق كل شيء ده كلام فارغ لا ده كلام القصة السلاح ارجوك يا نيسة مايسة ارجوك ممكن ما تطعيش شاهدة الاسبات اللي انت تلطيها بنفسك يا فندم واضح ان الشاهدة حفظة كلامه بتردبه وان صراح هو صح ولا لا يا زيدي صراح اشتركت كامل ادلك ايه ارجوك يا نيسة مايسة ارجوك فعلا يا ساتري صلاح اداني حاجة شوفتم ادك ايه اداني دي هايلة دي دلية فضت يا بالي صلاح فايد ميلادي حلوة اوي تعب حضرتك تشوف يا ريد اسمح لي اتفضل يا شاهدين يا شاهدين ادك كمان تشوف تحب تشوفي يا انسة مايسة لا متشكرة انا كان نفسي ان الانسة زيدي بدل ما تفرجنا على هدايا الاستاذ صلاح تحكي لنا عن الحفلة اللي كان عملها من كم يوم اها اصدك الحفلة الخيرية اللي كان عملها الاستاذ صلاح حفلات خيرية ولا حفلات سكر ومسخرة أرجوك يا انسة مايسة ارجوك ده اتهم خطير انسان مش موجود معانا عشان يدفع عن نفسه فعلا دي فعلا النقطة مهم يا سادة الرئيس ليه الاستاذ صلاح مش معانا النهاردة عشان مشغول انتي عارفة الاستاذ صلاح فين دلوقتي طبعا يا فنم في الليلة الأحمر بتبرع بدمه مش هيقبلوه حيلقوه زفر أرجوك يا نيسة مايسة أرجوك وش معنى النهاردة بالذات اللي الأستاذ صلاح راح يتبرع بدمه عشان ما كانش لوحده كان مع فريق الكشافة بتاعه فريق الكشافة؟ أيها فنم يا أد هو الأستاذ صلاح عدو فريق الكشافة وفي جماعية تحسين الصحة والمحافظة على البيئة كمان كمان؟ عندك حاجة تانية عاوزة توديها يا نيسة مايسة بعد ما أثبتت شاهدة الإسماعات اللي انت جايباها إن الأستاذ صلاح فؤاد فوق مستوى الشبهات كان التنسلية هاي للي عملتيها بوقها دي قوياتي تزعلي مني والناجي ما تزعليش بالعكس ده أنا معجبة أول ما أعرف تحقك تشتغلي في السادة هيحصل أول ما ترسل إعلانات الفنجوش الليه؟ فنجوش دي حاجة جديدة صلاح بيحاول اتفق عليه بيحاول؟ آه وأول ما حيتفق يعملي إعلانات تقلب مصر كلها بقى كده سامحيني ما تزعليش مني دي فرصة العمر اللي طول عمر استناه أمه ليه؟ فعلا هي فرصة العمر عن إذن مع السلامة مونة طيوة سيبي كل حاجة واتسلي برؤساء الأقسام فيه اجتماع حالة من تجهيز حمل إدعاية الفنجوش موسيقى